موسيقى احنا تربينا على التجارة يعني على التجارة والدنا ثقته يعني فينا وهذا اللي أنا أتمنى كل الأبهات يحذو نفس الحذو لأننا نعتقد حذو والدنا كان جميل جدا عطانا الثقة وحنا صغار الوالد الله يرحمه كان بدأ يعني التجارة الرئيسية كانت الوالد كان يشتغل يعني كان عنده معمل بشوت البشت النساء والعبيات النسائية من أشهر البشوت يعني في الخليج كان الوالد وكان اسم الحوائج وكمان عندهم كمان العطور العربية العود الحقد دي لأنه أساس أنه الحوائج اللي هو كل الحوائج يعني لشيء الأدوات الشعبية كانت يعني مثل ما تقول نوع من ما بيقول هواية بس تطعيم لللانشينج أو لتنزيل العطور وكذا وهذا ممتاز جدا إنه أنه دخل في تنزيل العطور شخصيات كبيرة اللي الناس بتحبها يعني عرفت شلون يعني مثل شخصية عمر الشريف قبل 35 سنة جبناه يعني في أيام قوته فهذا مش من سهل لكن أنا فخور جدا لأن أول شيء لما يجي شخصية بهال حجم بهالثقل هو بيكون ممتاز للشركة وللصنف اللي بتنازله كتسويق بس هو يكون تسويق لبلدي للبحرين أكثر من هو يكون تسويق للشركة أو للأطر وكذا قبل الكورونا بفترة بسيطة يمكن توقفنا الآن بسبب الكورونا شوي يعني فيها صعوبة أن تجيب شخصيات وكذا لأن هما كمان بيتحسسوا يعني يعني عرب شدون جبنا آخر يعني شخصية قوية جدا وهزت يعني يعني المجتمع وغاروا حتى الجيران مننا اللي هي يعني جبنا باريس هلتون يعني باريس هلتون هاي من الشخصية الكبيرة اللي ما بتطلع يعني خفيفة زياراتها وكذا وكانت زياراتها فقط لدبي لكن احنا بعلاقاتنا مع الشركات ومع كذا قنعنا الشركة وقنعنا وكذا واجبناها للبحرين وأنا فخور جدا أولا احنا عملنا عملية تسويق جدا للبروداكت اللي احنا نزلنا وعملنا اللي أنا فرحان عليه كذلك تسويق لبلدي مملكة البحرين للناس تشوف ان البحرين في خير وان البحرين استقرار وان البحرين في هلانتشوك بتزورها الشخصيات الكبيرة وهاي أهم حاجة يعني عندي من أي شيء ثاني يعني الحين الفروع يعني بالنسبة للعطور 11 فرع بس لو تسأل عن كل البزنس عندنا تقريبا يعني فوق فوق 50 أو 60 فرع يعني لأننا عندنا الأشياء الثانية اللي هي المجوهرات عندنا مثلا سورو فيسكيا عندنا الحاجات الثانية اللي هي البوتيكات اللي هي زارة يعني لأننا عندنا شركة أزادية اللي هي ملك للحواج فيها تحتها يعني عدة مركات عالمية يعني كبيرة يعني كثير يعني بس الآن حيزيد العدد قريبا جدا يعني عدد المحلات وهذه يرويك من التطور لأنه في البحرين حيطلع فيها إن شاء الله قريبا مجمع فيه مشروع كبير في المحرق رايح يصير ويفتح قريبا اللي هو فيه مجمع المراسي الكبير الحواج كذلك مشاركين يعني أكيد أخذنا محلات عدد لا بأس فيه للشركة الحواج والشركة السيستر كومباني اللي هي أزادية اللي احنا نملك فيها وكل المركات العالمية وإن شاء الله حتيجي مركات جديدة أول مرة احنا الحواج فتحنا شيء جديد يتماشى مع الوقت فتحنا محلات جديدة باسم نيش غاردن وهذا النيش غاردن شو معناتها؟ المحل اسمه نيش غاردن بس العطور اللي موجودة فيه كلها نيش وكلمة نيش تعرف يعني هي معنتها إيه كل حاجة في نيش يعني اليوم العطر فيه نيش الآلام فيه نيش مثلا النظارات فيه نيش يعني الأشياء اللي تكون مميزة وثمينة شوي يعني عرف شلون مش يعني بأسعار عادية ومش متواجدة في أماكن كثيرة لذلك احنا عندنا في نيش غاردن عندنا الآن ثلاث فروع في البحرين والفرع الرابع إن شاء الله راح يصير في المول الجديد اللي راح يصير افتتاح قريبا هذا المحلات بتكون موجودة فيها بضاعة لا يمكن أن تكون موجودة في محلات ثانية لأن الشركات هي دقيقة جدا لا تقبل أن العطور هذه تتباع في أي محل لأنه لازم يكون لها يعني ستب معين برساناليزيشن بيكون ديكور معين ووجود معين ما يصير أنت تجيب العطر بس تحطه بس كذا في الشلف لازم يكون في له ترتيب معين فهذه المحلات توجد كذلك مركات ثمينة جدا يعني مثلا يعني مثلا يعني مثلا هو معظم النيش غاردن العطور اللي فيها تبتدي مثلا من الثمانين والستين والسببين يعني فيها شوي أقل بس تبتدي بهال المستوى وترتفع إلى مائتين مائت ثلاثمين دينار العطر بس أشياء مميزة والله شوف أحنا أولا أنا سعيد جدا أننا نكون يعني عضو وفي غرفة تجارة البحرين ويعني لها الحمد نجحنا يعني وطلعنا من الضمن الأعضاء وأنا دائما أقول إحنا في خدمة البحرين وهذه المسئولية يعني مسئولية كبيرة يعني مش بس الواحد يطلع أضو بس بدها نوع من الجهود والمتابعة ولله الحمد كلنا قايمين كتيم 18 عضو على قلب واحد ونشكر طبعا هو الرئيس شي لابد منه يعني عرف شلون وأنا فخور جدا أننا نكون عضو وأنا في خدمة طبعا بلدي البحرين ما في شك يعني بصراحة أنا هوايتي ما عندي يعني هواية يعني مركزية عرف شلون أنا أهوى كل شي يعني أهوى مثلا السفر وأهوى الاستطلاع يعني حتى لما أسافر دائما أحب الاستطلاع يعني وعن جد يعني أعمل مجهود يعني مثلا لو أروح أي بلد أحب أشوف وخاصة استطلاع في مجالي في مجال شغلي عرف شلون أحب أزور المحلات الكبيرة أشوف طريقة العارض طريقتي فهذه كذلك يعطيك نوع من المعرفة ونوع من الخبرة عرفت شلون؟ هذا نوع واحد والهواية يعني الرئيسية مثل ما قلت حب الناس حب يعني لما أقول حب الفن حبي عن الناس مش ضرور واحد يعني يحب عن الفن يعني الفن البغدنيين يحب لا كل الناس لذلك أنا تربطني علاقات وأفتخر بها عن جد يعني بدون ذكرى يا سامي تربطني بعلاقات يعني قامات عليا كبيرة في المجتمع الفني يمكن واحد لا يصدق يعني بيني بينهم تلفونات وبيني بينهم يعني كلهم يعني صعب الواحد يقول يعني طبعا يعني فنان العرب طبعا محمد عبدو يعني هذا يعني شي نفتخر يعني صداقته وبهلاقته الحميمة معانا يعني عرب شلون وآخر لقاء ويا كان عندنا في البيت يعني في زيارته الأخيرة والله كلهم أصالة يسرى ليلى علوي كلهم والدن كلهم كلهم ويبيقوا على طول يسرى طبعا يسرى وليلى علوي والله شوف أنا بقول لك شي يعني كل عطور بأسامي المشاهير ما تنجح هذا يعني تجربة ونحن نعرفها هاي بسموها بالإنجليزي وان شوت يعني بتنجح مثلا أول مرة يعني مثلا يعني جورج قرداحي جبنا عطره وصار معركة عليه كده بس بعدين خلاص انتهى مع أنه أكثر واحد اشتغل الأيام لما كان هو قوي وهو كان في الام بي سي وكان بقدم برنامج من سيباح المليون كان له قوة يعني بس كل هاي فترات لأنه هيبع السؤال ويد مهم ترى ليش لأنه شوف العطور سر من نجاح العطور لأن أي عطر عالمي ما يطلع وينجح لازم يكون العطر يطلع من بيت أزياء من بيت الأزياء هاي ضروري هاي يعني معلومة من كل واحد يعرفها يعني ليه هذه الشيء عالمي يعني ما يطلع عطر إلا لا يكون الأصله بيت أزياء يعني مصمم أزياء إن كان نسائي ولا رجالي بس معظم النسائي يعني يعني شوف كل العطور العالمية الأصل تبعها مصمم أزياء بيت أزياء ديور مثلا شانيل كلها بيت أزياء هي الأصل الأصل أول ما طلعه خياطين